اشتركوا في القناة بمناسبة انتخابات 2017 اذا شهر واحد لا اكثر يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية شخصيات واحزاب مختلفة ببرامج سياسية متقاربة حينا ومتبعدة في احيانة اخرى تسعى جميعها في سباق حميم لنيل ثقة الفرنسيين والفرنسيات اليسار الفرنسي عموما والاشتراكيون على وجه الخصوص يسعون جاهدين بدورهم للمحافظة على منصب رئاسة الجمهورية برغم قرار هولوند بالانسحاب وعدم تجديد وعدته ثانية الا ان الرياحة هذه المرة لا تجري كما يرغبون ويشتهون حيث تعددت اختلافاتهم وتعقدت مشاكلهم مما جعلهم يعيشون حالة غير مسبوقة من التشتت والانقسام حيث ما عاد الرفاق يلتقون ولو على الحد السياسي الادنى وهو ما انعكس سلبا على نخبيهم الذين ما عادوا بدورهم يعرفون الى اي يسار ينحزون واي حزب ينتخبون فما سبب هذا التشردم غير المبرر بحسب العديدين وهل توجد امكانية للم الصفوف من جديد وهل يستطيع اليسار بمجمله احداث المفاجأة هذه المرة ايضا والوصول مجددا الى قصر الاليزي ام ان الرتق قد اتسع على الراتق وان الامر ما عاد قابلا للاصلاح اذا هذه الاسئلة مشاهدين الكرامنا نطرح على ضيوفنا هنا في الاستوديو وهم كل من السيد عبد المجيد ميراري محامن ومدير منظمة افدي الدولية لحقوق الانسان استاذ عبد المجيد اهلا وسهلا ورحبا والاستاذ بشير النفزي وهو عضو هيئة سياسية لحزب حركة تونس الارادة استاذ بشير مرحبا بك اهلا وسهلا شكرا لكم وشكرا على الحضور اذا دعنا قبل البداية نعود الى حدث سياسي برز وقع نهاية هذا الاسبوع وهو المناظرة التلفزية التي جمعت خمسة من الذين يعتقد انهم الاثروا حظنا للانتصار اذا كيف وجدت هذه المناظرة التلفزية لليت الاثنين الفرد شكلا ومضمونة من استاذ عبد المجيد نعم البداية دعني اشكركم على عتي الدعوة واقول فيما يخص السؤال بان المناظرة جاءت على غير ما كان ينتظره الفرنسيون كان من فرود المناظرة ان تحدد الخطوط العريضة التي عليها سيبني الفرنسيون من اجل اختيار من سيحكمهم من اجل اختيار رئيس الجمهورية لكن مناظرة اليوم الاثنين في رأيي رغم انها قضت اكثر من ثلاث ساعات ونصف لم تلبي رغبات الفرنسيين ولم تجاوب عن تساؤلات الفرنسيين كانت مناظرة للمجاملات مناظرة لتبادل الشعارات فقط غاب فيها البرنامج الحزبي غاب فيها المشروع التغييري لكل مترشح ثم المناظرة كان لها فيها جانب سدبي كبير جدا عن مستوى الشكل وهو تغييب بشكل ارادي لست مترشحين لان عدد المترشحين للرئاسياتهم 11 مترشح مستاذ كيف تقرأ تغييب الست الباقين ما هي الاسباب حسب رأيك وما المقصود بذلك المقصود هو أنه هناك هو دعم ضمني لخمس مترشحين ولكن إرادة سياسية للدولة أرادت أن تظهر بأن أو تركيز تركيز الفرنسيين واختيار الفرنسيين على الخمسة دون أن يتشتت اهتمامهم في اتجاه 11 مترشح فقد اخترنا لكم خمسة مترشحين ركزوا على الخمسة والستة فهم على الهامش دعهم يتنافسوا في وسائل إعلام أخرى وفي حين أنه TF1 أو فرنس الأولى القناة الأولى هي الملك للشعب الفرنسي هي مؤسسة عمومية أن يتبارى فيها وأن يتنافس فيها وأن يظهر فيها كل مرشح للانتخابات الرئاسية مستاذ بشير تقريبا في نفس السياق هل تعتبر هذه المبادرة دعما للديمقراطية أم هي عملية انتقاء يعني انتقاء نسبي لماذا نسبي؟ لأنه بنية كذلك على معطيات باعتبار أنه المعطى الأول والأساسي في الصورة أنهم استندوا إلى تقريبا الأوفر حظا من خلال صبر الأراء طبعا مسألة صبر الأراء ومؤسسات صبر الأراء حيث المفهوم العام هي مؤسسات موجهة بالعموم طبعا لأننا نتحدث على نفس المستوى تقريبا بمؤسسات صبر الأراء الغير مقننة والموجودة في عالمنا العربي ولكن على كل حال هناك جانب توجيه رأي هذا شيء أكيد جدا فبالتأكيد العملية بنيت على أساس توجيه الرأي هذا الشيء الأول الشيء الثاني من حيث المضامين كذلك كانت أنا دائما أشبهها بمباراة كرة قدم في الدوري الإسباني بين فريقين يعني دربي بين فريقين عريقين لأنها بنيت على أساس التكتيك بأعتبار أن تقريبا في كامل المناظرة كل المنافسين أول شيء لم يطرح الأرقام بتاتا في مستوى البرامج طرحت نقاط التماس لعديد من المترشحين ولكن نقاط الاختلاف الجوهرية والتي يعرفها كل الفرنسيين في نهاية الأمر لم تأتي بالجديد هذا النقطة الثالثة ولا النقطة الثالثة باعتبار أن أغلب المترشحين هم يعرفون بعضهم كثيرا كما قلت عبارة الفرق الكبيرة التي تعرف بعضها فكانت الحيطة المبالغ فيها أحيانا هي التي سيطرت وجدنا نوعا أو بعض الأنفلاتات خاصة في مفاصل معينة بين لوبين وبين ماكرون في نقطة أو اثنين ميلونشون الرجل الكاريزماتيكي بطبعه الذي يحمل بين الخطابة والبلاغة والطرافة في نفس الوقت كان حاضرا بدون أي فلنقول كان يهجم الجميع كعادته على كل حال فيه هو الرجل الذي اختار البقاء في المحور الدفاع بمعنى أنه لم يتكلم كثيرا أو حتى عينما تكلم لم ينجر أو تكلم في مواضيع معينة نتذكر مثلا مسألة طرح السؤال حول أخلقة المبادئ في السياسة هو تكلم تقريبا قال حسابيا سبعة وثمانية كلمات في حين أن ماكرون من بعده تكلم كثيرا لوبين تكلمت كثيرا طبعا لأنه كان يخشى أن يتم تطرق إلى مشاكله ومشاكل زوجته وأولاده بالطبع ففي نهاية الأمر ماذا حصل حصل أن أغلب المرشحين إذا ما قلنا جلهم سعوا إلى حماية الظهر بمعنى عدم الحديث كثيرا في الأشياء التي قد تحرجهم باعتبار أن أغلبهم للأسف عندهم ملفات بالمناسبة والجانب الثاني عندما وقع يعني مثلا في نقطة معينة أستحضرها أن مثلا لوبين أرادت أن تبرز باعتبار أن الرجل الصاعد بين قوسين هو ماكرون فأرادت أن تظهر الصورة ماكرون وما عرف عليه مؤخرا من عنده يعني السلطاف من الجالية المسلمة فأرادت أن تلعب على ورقة علاقته بالبوركيني أو لبس البحر النساء المتحجبات فخرج هو نوعا ما بذكاء فبالتالي كان هذا هو الجارب العموم ولا أدل على أنه لم يكن المظامين كبيرة ولكنها في نهاية الأمر عززت تقريبا ما تواتر في أذهان الفرنسيين أن نتائج صبر الأراء التي أتت مباشرة بعد هذه المناظرة تقريبا كرست الواقع يعني نرى أن ماكرون يواصل صعوده نعم هو تقريبا يعني أبقت على نفس المشهد حسب ما ذكره فقط عنصر فقط قد غير تقريبا قليلا هو أن ميرانشون قفز على بنوى أمون وبالتالي هنا يعني نفتح باب اليسار وما نعم سنعود إلى ذلك يعني أستاذ عبد المجيد هل تجد مبررا لغضب بقية المترشحين ورأينا انفعال نيكولا دي بون انيو على تي أفا ومغادرته للستوديو في تي أفا يعني غضبا على تفضيل خمسة على حساب البقية طبعا هو غضب مبرر وأكيد ما قلت في البداية لأنه هذه مؤسسة إحلامية عمومية ومن حقه أن يكون حاضرا في هذه المناظرة وإلا على تي أفا من أجل إصلاح هذا الخطأ أن تعيد مناظرة أو تعلن عن مناظرة تانية يحضر فيها ستة مترشحين هؤلاء مترشحون وللمواطنين الفرنسيين أن يستمعوا إلى برامجهم كما استمعوا إلى الآخر لماذا تفرض على المواطنين الفرنسيين مواقف دون أخرى وبرامج دون أخرى وشخصيات ووجوه دون أخرى المفروض على المفروض أن يأتي ستة مترشحون متبقون وأن يعرضوا برامجهم كي يستمعوا إليهم المواطنين الفرنسيين كي يكونوا فكرة على من سيصوتون ومن قال لنا بأنه الرئيس المقبل للجمهورية وأحد ستة من أصبح نعم يعني ديمقراطيا فقط يعني ديمقراطيا المفروض أن ينطلق الجميع من نفس خط الانطلاق وبنفس الحبوض يعني هذا في ديمقراطية يعني هل هذا أضرب الديمقراطية الفرنسية أم دعمها لا بالتأكيد هذا أضرب الديمقراطية الفرنسية بالتأكيد حتى الخمسة هناك من في من حضر في الخمسة هناك من يضر بالديمقراطية الفرنسية هناك من يضر بتخليق السياسة وأخلاق السياسة طرح سؤال تخليق السياسة فأنا استغربت استغربت كيف يطرح على هذا السؤال وضمن الحضور هناك من خارج هذه المنظومة الأخلاقية يعني خارج هذه المنظومة كيف لي فيه أن يجيب على تخليق السياسة وهو رجل يعني أكل يعني ما الشعب الفرنسي وتقريبا أن هناك ثلاثة لهم قضايا الآن وهم إيمانيا الماكرون وماغين لوبان وفرنسو فيون فلماذا أنت تركيز فقط تلافيون والبقية تركيز تلافيون لأن الآن آخر ما تبت البارحة مساء وأنه زور حتى تريح المال وزور وطائق تبت أنه تزور وطائق حتى في التحقيق الأخير ثم الأصل الأخطر في الأمر فيما يخص فيون ولا فيما يخص ماغين لوبين هو الحط من مؤسسة الدولة كيف لك أن تكون رئيس دولة وكيف لك أن تكون رئيس الدولة وأنت لا تقدرين مؤسسة الدولة مؤسسة القضاء الفرنسية مؤسسة مستقلة فيتي مواصفها من قبل فيون بأنها مؤسسة غير مستقلة وبأنها مؤسسة سياسية فكيف لك رئيس دولة محتمل أن يصف مؤسسة الدولة العريقة بهذه الأوصف والتانية لمارين لوبين تم تنع أن تستجيب لدعوة القضاء الفرنسي أن تؤجل استجابات إلى مبعد الانتخابات الرئاسية ومبعد الحملة الانتخابية فأين قيمة مؤسسة الدولة؟ فكيف يقول المواطن العادي في هذا المواطن؟ نعم يعني نحن وموضوع حلقتنا اليوم هو يتعلق باليسار اليسار كان ممثلا تقريبا برأسين ونصف ساحة العبرة بشير يعني هو ممثل ببنو أمون وجونليك ميلونشون وبمكرون إذا اعتبرنا أنه يساري طيب لماذا التشتت وهذه الثلاثة رؤوس في مناسبة المفروض أن يكون فيها شخص واحد يمثل يسار نعم يعني باختصال لأن هذا فقط مدخل طيب هو مدخل فليكن مدخل تاريخي أفضل باعتبار أنه تاريخيا منذ وفاة فرانسواء عفوا منذ وفاة عفوا فرانسواء ميتيران لم يتواجد يعني شق واضح في اليسار تشتت اليسار الفرنسي أساسا بعد وفاة فرانسواء ميتيران تشكل ما يعرف بالالفيلة أو كبار الفيلة في اليسار لا سنعود لذلك بشير ولكن نحن دعنا يعني فقط في هذه المناظرة نعم في هذه المناظرة طبعا سأربط ذلك لأقول هل هو ليصالح اليسار أم ضد اليسار أن يكون ممثلا ب دعنا نقول ثلاثة رؤوس هو اليسار تقريبا بعد المدة الانتخابية التي مر بها فرانسواء أولوند وخاصة بعد الاهتزازات الكبيرة أمنية بالأساس وخاصة من خلال عملية الإرهابية التي صارت هنا فأن يكون اليسار ممثلا بجسد واحد واليد في اليد أول شيء هناك شق من اليسار يعتبر أن فرانسواء أولوند وحكومته وتواجده في السلطة قد خان مبادئ اليسار باعتبار أن البرامج هو تقريبا برامج ليبرالية مفتوحة لم تكن فيها أدعون اليسار سنعود إلى ذلك كله بالتحليل فقط في هذه المناظرة هل هي شكل أول هو إيجابي أم سلبي أن يكون اليسار ممثلا بثلاثة رؤوس بمعرفة على الأقل الفيال التي ذكرناهما سنعود إليهم يعتبر إيجابي وأنها خطة ذكية جدا على الأقل للبقاء في سباق هم كانوا إلى حدود قبل دخول الانتخابات آخر الناس الذين مرشحين إلى الربح فيه نعم إذن مشاهدين الكرام لمزيد التعمق في هذا الموضوع نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم تعيش فرنسا حملة انتخابية غير مسبوقة قد تغير كليا المشهد السياسي المتعارف عليه منذ عقود أغلب الأطراف السياسية الفاعلة والأحزاب التاريخية الوازنة تعيش مشاكل وخلافات متتالية قد تنعكس سلبا على مستقبلها وربما على بقائها في الساحة السياسية الفرنسية أصلا من جملة هذه الأطراف التي تعاني مشاكل متراكمة هي اليسار الفرنسي بأغلب مكوناته وأطيافه وخاصة الاشتراكيين الذين سرعان محتدة الصراعات والخلافات فيما بينهم خاصة منذ إعلان فرنسوا هولوند عدم تجديد عهدته لولاية ثانية هي السابقة هي الأولى في الجمهورية الخامسة الانتخابات الأولية زادت من تكريس هذا الانقسام بشكل غير مسبوك في ظل تباعد برامج ورؤى المترشحين وخاصة منذ إعلان فوز بنو أمون المحسوب على الجناح الراديكالي للاشتراكيين وهو ما أدى إلى انسحاب شخصيات اشتراكية تاريخية وقرار أخرى عدم تزكية الرجل ولا مساندته كما صرح بذلك إيمالويل فالس وهو ما عمق الشرخ وعقد الحل من جانبه واسل جون لوك ميلونشون الإسرار على عدم التعامل مع الاشتراكيين ولا التحالف معهم تحت أي صيغة كانت رغم كل الإغراءات والأياد الممدودة وهو ما رأى فيه البعض عنادا لا منفعة منه وخطأا فادحا قد تكون نتائجه انسحاب الاشتراكيين منذ الدور الأول كما حدث مع ليونيل جوسبان سنة 2002 أزمات اليسار عموما والاشتراكيين خصوصا يرجعها البعض إلى غياب شخصية كارزمية جامعة في حين يعيدها آخرون إلى السياق التاريخ العالمي الذي يتجه تدريجيا نحو اليمين على حساب قيم ومبادئ اليسار الآفلة وسط كل هذه الأنواء والتعقيدات يحاول بل وأمو جاهدا إيجاد صيغة تعيد لليسار أم جاده التاريخي المهددة بالإمدثار غير أن كل الدلائل بحسب عديد المتابعين تشير إلى صعوبة المهمة في الوضع الحالي فهل تعكس نتائج الانتخابات هذا الرأي السائد بمزيد تقسيم المقسم أم قد يكون للمواطن الفرنسي رأي آخر إذن شكرا للزميلة نصير المزاوي على قراءة هذا التقرير نعود إليك أستاذ عبد المجيد شاهدنا التقرير مع بعض دعنا ننطلق منذ البداية طيب دعنا نحاول فهم قرار هولوند عدم الترشحي ثانية هل تراه أن الشخص متشبع بالديمقراطية أم أنه أجبر على ذلك التشبع أو الإجبار أنا ربما أختر مصطلح آخر هو اعتراف بالفشل اعتراف بالفشل في تحقيق ما وعد به الفرنسيين هولوند في حملته انتخابية أمام ساركوزي وعد به ملفات وعد وعود كثير للفرنسيين فيما يخص الشغل فيما يخص تعليم فيما يخص مجموعة من القضايا الأساسية الصحة وغيرها من القضايا التي للشعب الفرنسي انتدارات كبيرة فيها فأخلى بالتزامته تجاه الفرنسيين فأخلى كذلك حتى بإديولوجيتها ما هي أهم هذه الانتزامات التي أخلى بها خاصة ونحن نعرف أنه في آخر تقريبا الأشهر الأخيرة حقق يعني نسبة نموم معقولة جدا ويعني نسبة البطالة تقلصت إلى نوعا ما وهذا الرجل يعني يعتبر ناجح نسبيا نعم لكن قانون الشغل الأخير الذي أضر كثير بالفرنسيين وجاء على غير انتدارات الفرنسيين هذا من شأنه أن يؤثر كثيرا على حملة اليسار بصفة عامة وغيرها من القوانين التي تم سنها على عهدهاته الحكومة التي أضر جاءت على عكس ما كان ينتظره الفرنسيون من أوروند فروض أن الوضع الاجتماعي في هذا اليسار أن يتحسن لكن الوضع الاجتماعي ما زاد إلا أزمة في عهد أوروند عندما نتحدث عن اليسار نتحدث أن تحدث أين بقينا في المنظومة الإيديولوجية على القرب من الطبقة الفقيرة من الطبقة المتوسطة أما هو الهوة التسع بين الطبقات فهذا لا يعرف هذا متناقض جدا مع منظومة اليسار فاليسار المفروض أن يبقى ملتسقا بالشعب الفرنسي وبالشارع الفرنسي لكن الشأنه ليس كذلك الشأنه هو غير ذلك بحيث أنه الهوة التسعت بين اليسار الحاكم وبين الشعب الفرنسي وكانت جليا من خلال البرامج من خلال إنجازات هذه الحكومة إن كانت لها إنجازات واضحة تذكر وإلا فالشارع الفرنسي لم يهدأ منذ صعود حكومة أوروند لم يهدأ الشارع الفرنسي ساحة باريس كانت على طول هذه المدة يعني ملأة بالمتظاهرين من أجل ملفات عدة ملفات قانون الشغل قبلها ملفات كثيرة فيما يخص الصحة حتى بعض القطاعات التي لم نكن نسمع عنها أنها تخرج الشارع تتظاهر منها الأطباء والصيادلة خرجوا للشارع من أجل قوانين نعم يعني الخروج إلى الشارع يتم دائما مع كل حكومة وكل رئيس أستاذ بشير النفذي يعني هل متفق أنت مع هذا الرأي من ناحية ومن ناحية أخرى نحن نعرف أن فرنسوها أوروند والفريق الذي يحكم معه لم يكن متجانسا وكلنا هناك تسريبات يعني أنه كان على خلاف كبير مع إيمونيا الفلس رئيس وزرائه فهل لهذه العوامل يعني نوعا ما دور في إجبار الرجل على الانسحاب يعني تكون السابقة في الجمهورية الخامسة حيث لأول مرة رئيس لم يجدد عهدته وهذا يحسب له ولا يحسب عليه حسب اعتقاد الشخصي طبعا ماذا تقول في هذه الأشياء هو يعني في الفترة هذه لحظنا عديد الأشياء كلها سوابق بين قوسين في الجمهورية الخامسة أنه مرشح مثلا اللي هو متعر اليمين مثلا كما فيون الذي يتعهد بأنه في حالة تعوته للمحاكمة أنه سيتخلى عن سباق ترشح ولكنه يخلي بهذا الالتزام فهذه سابقة وسابقة خطيرة ما أقدمت عليه لوبان كذلك هو سابقة فترة عدم ترشح فرنسوها ولوند كذلك ولكن فقط أريد أن أقول فترة فرنسوها ولوند ليست بتلك الكارثية التي قد نتصورها على الأقل في الجوانب الملموسة أنا اليوم فقط وقفت على معطى أنه أول مرة فرنسا منذ سبع سنوات في مجال الاستثمار الخارجي تحقق أكبر نسبة في أوروبا ثاني أكبر نسبة عفوا بعد ألمانيا أنه أول مرة يعني الفائض في الميزان يكون تجاري فائض مهم ومهم جدا أنه من الأرقام التي أعطيت في آخر هذه عهدة فرنسوها ولوند أنه على ثلاثة فرنسيين هناك فرنسي يتعامل مع مؤسسات دولية لميلتناسيونو موظفين أتكلم فبالتالي كل هذه أرقام إيجابية أنا أحكي في المطلق بتأكيد هناك أشياء عميقة أخرى أنا أذكركم بمثلا مشروع قانون المثلية الجنسية الذي مر والذي ضرب حتى القيم الاجتماعية والمحافظين هنا في فرنسا عديد الأشياء بالتأكيد لا يمكن أولا أظن أنها يعني فترة فألأقول سلبية أو كارثية بتلك الصورة فقط أن ما أعرف على فرنسوها ولوند وهذا تاريخي جدا وكما الاشتراكين بالعموم أنهم رجال أو ما يعرفوا برجال الذين يتحكمون في الساعة لا أريد أن أقول العبارة بالفرنسية كيف ذلك الرجال الذين يتحكمون بالساعة الرجال الذين يتحكمون بالساعة باعتبار أن يعني من خلال أهم نقطة فشل فيها هولوند وهو شيء يتجاوزه ويتجاوز الجميع هي مسألة المسألة الأمنية وخاصة العمليات الإرهابية في الباتاكلان في نيس وغيرها من مناطق في فرنسا فأصبحت العملية شبه مستحيلة هذا الشيء الأول الشيء الثاني وهو تتالي الاستقالات لسبب أو لآخر وزيرة العمل استقالت لسبب معين وزراء الداخلية هناك رقم قياسي حوالي أربع أو خمس وزراء الداخلية على ما أظن وقعت استقالاتهم لأسباب متعددة فبالتالي كل ذلك لا يدفع بصورة واقعية أن فرنس أولاند يقدم ترشحه ولكن كما قلت أنا فرنس أولاند تاريخياً وحتى أنه رجل التحكم بالساعة باعتبره أنه أراد من خلال هذه العملية أن يجعل حظوظ اليسار وهنا نقطة مهمة جداً طرحها أستاذنا العزيز في علاقة بأفكار اليسارية هو اليوم لن نتكلم في فرنسا على يسار بمعنى اليسار القيمي اليسار العالمية اليسار المبادئ والقيام العالمية لا هناك يسار راديكالي يجنع حد إلى البراجماتية المفرطة سنعود إلى هذا ومنهم الأسماء يمكن مكرون تقريباً أنا أعتبره تقريباً في هذه الخامة نعم سنعود إلى هذا طبعاً أستاذ عبد المجيد يعني هناك إيجابيات في فترة فرنسا وغلوند لا ينكرها أحد وهناك أيضاً سلبيات والسلبيات قد تكون أيضاً يعني هو ليس قد لا يكون راضي عنها تماماً وأحدثت حتى اختلافات فيما بين الاشتراكين فيما بينهم ومن أهم هذه الخلافات هو قانون العمل لما يعرف بقانون مريم الخمري والذي يعتبر للعديدون أنه أذر كثيراً باليسار وبمستقية اليسار خاصة لدى العمال ما قولك في هذا؟ أنا لا أعتبره قانون مريم الخمري بقدر ما أعتبره قانون فالس نعم 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 لما سئلت مريم الخمري في برامج عدة حتى مع بغداء وغيرها من برامج لم تستطع أن تجيب على بعض يعني بعض فصول في قانون الشغل فهذا قانون أنا كما قلت في البداية أنه جاء مجانب تماماً لانتدارات العمال الفرنسيين جاء مجانب تماماً حتى لأبسط الحقوق للعامل أبسط الحقوق لم يتوفر عليها هذا القانون أعتقد أنه بعد المشاريع الآن مطروحة في الانتخابات الآن أهمها مشروع ماكرون فيما يخص تعديل القانون الشغل ربما أن تكون فيها إجابات حقيقية ماكرون يتحدث عن العقود لمحددات الشغل عن تعويضات عن مجموعة الأمور ربما يتكون فيها إيجابيات أكثر من القانون الحالي فقط أرجع على نقطة مهمة أنه نتحدث عن الجمهورية الخامسة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة وتعاقب العكومات يميناً ويساراً لم يشهد الوضع الحقوقي في فرنسا تردياً كما شاهدته في حكومات أولندو أنا أشجل هذه النقطة أحاول أن أركز عليها بعد إعلان حالة الاستثناء آخر تقرير لأمنيستي انترنسيونال التي عقدت ندوتها السنوية هذه أسبوعين تقريباً عقدت ندوتها السنوية في فرنسا ونددت تنديداً كبيراً بالوضع الحقوقي في فرنسا وقالت بالحرف رئيس منظمة أمنيستي انترنسيونال هنا في الندوة الصحفية قال أنه كيف يعقل لدولة مهد إلى العالمين حق الإنسان أن تعرف هذه الامتهاكات الحقوقية بهذا القدر فذكر أرقام موهي لما نتحدث على أنه خمسة ألاف وما يزيد على حالة اقتحام بعد إعلان حالة طوارئ كلها أو نسبة عالية أكثر من 80% منها كانت سلبية عندما نتحدث عن مجرد تفكير في الغاء الجنسية أو في نزع الجنسية فهذا كان مؤشر صعب جداً أن نتوقعه من دولة ديمقراطية كفرنسا عندما نتحدث عن تحديد الإقامة لمواطنين أبرياء تابت فيما بعد نصفهم القضاء فيما بعد تابت أنهم لا علاقة لهم بما نسب إليهم فتم فقدوا عملهم سمعتهم في الحي الذي يسكن فيه غلى غير ذلك فالوضع الحقوقي في فرنسا لم يشهد تردياً كما شهده في ود في عهد في عهد أولوند أكيد هناك بعض إيجابيات كما تحدث عليها أستاذ الفاضل بالتأكيد هناك إيجابيات فقط نعم ولكن أيضاً أستاذ بشير في عهد هولوند وقعت قضية ما يعرفه بالبركني وهذا أثار استفزاز المسلمين ونعرف أن المسلمين عادةً هم الشق الذي يصوتوا بكثافة للاشتراكين هناك أيضاً تواجد فرنسا في أسلح الأفريقي وفي مالي واتشاد وغيرهم فهل هذا يعني يؤثر على الجالية هنا وعلى أصواتها لسلح الاشتراكيين مثل ما دعبت العادة؟ نعم يعني خليني ندقق بعض الشيء عندما طرحت مثلاً قضية البوركني أو العرب الذين يسمعوننا هو الحجاب أو على الأقل لباس السباحة نعم لباس الشرعي للسباحة يمكن أن تكون فأول ما طرحه هو يعني عمدة منطقة يمينية يمينية باعتبار أنه محسوب على اليمين وأن أغلب هذه القضية أو هذه القضية بالذات طرحت بعد الانتخابات التشريعية أو الدوائر الأخيرة التي أظفت يعني اليمين تقريباً أخذ جانب كبير منها فكانت تصرف في مستوى وهذا هو على كل حال باعتبار أن القانون في فرنسا يسمح لإلى العمد أنهم يصدرون مراسيم دي دي كري يعني وهو استند على هذا الحق من أجل منع البروكني ولكن على كل حال هو كان اليسار في كل الأحوال بالتأكيد هو يستند دائماً وأبداً تاريخياً على الوعود التي يفتحها إلى الجالية العربية اليوم الإشكالية وإجابة مباشرة على سؤالك هو أنه في الخيارات المطروحة اليوم عندما نرى فيون في عز أسمته أو الفضائح التي يعني تدور حوله وماذا فعل في خطابه الشهير في اللباسي الذي يعني في تروكا ديرو عفواً نعم في تروكا ديرو الذي من أجل إنقاذ صورته في تلك الفترة جنح كثيراً إلى الأفكار اليمينية المعادية وتكلم أنا أستحضر كلمة قالها وعندها مغزها أنه عندما في المناظرة في حد ذاتها ونعود للمناظرة عندما قال أظن ماكرون تكلم عن داعش عن داعش فقال له لا ليس داعش إنها لطاء إسلاميك الدولة الإسلامية لأنه داعش بالنسبة له يجب وضع كلمة الإسلاميك والإسلام وعنده موقف على كل حال متطرف واضح ولا يخفيه وموقف معادي للمهاجرين وموقف معادي كذلك للجالية المسلمة وغيرها أنا أستشرف أن موقفه حتى أشد من موقف ساركوزي في هذا الجانب بالذات فبالتالي عندما نرى هذه الصورة فيه عندما نرى صورة لوبان التي يعلمها الجميع ماكرون بدرجة أقل فهنا بالتأكيد أين الخيار أين المفر المفر أنه إذا كانت هناك جالية بالفعل ستبعث عن دفاع مصالحها وصورتها وحماية حرياتها أشرته مستاذ العزيز إلى أن مسألة مهمة مسألة الحريات نعم وكلامك صائب ومعقول فبالتالي الرهان اليوم في فرنسا خاصة بعد حالة طوارئ المستمرة منذ مدة هو الحفاظ على الحريات ما حصل مؤخرا في الظواحي الفرنسية من اعتداء على الفتاة الأسمر يعني ينذره جريمة قضية تيو ما يعرف بقضية تيو هي جريمة كبيرة وأشياء لا تحتمل فبالتالي الجالية المسلمة إذا أرادت أن تفكر في أن تكون يدا واحدة من أجل تؤثر وهي جالية وازنة ليعلم الجميع أنها تقريبا أربعة ملايين مسلم منهم حوالي اثنين ونصف تقريبا أو ثلاثة ملايين من حقهم التصويت فبالتالي هي نصبة محترمة قد تكون مؤثرة عليها فقط أن توحد المواقف طيب إذن أمام جملة هذه المعطيات بسلبيتها وإيجابياتها لفترة فرنسو هولوند الرجل قرر التنحي منذ أن قرر التنحي بدأت المشاكل وبدأت مشاكل الاشتراكيين عموما وبدأت الأجنحة تتصرع فيما بينها وأنعكس ذلك في الانتخابات الأولية كيف تقرأ الانتخابات الأولية اليسار وهل إفرازها لبنوامو جيد أم سلبي لصالح الاشتراكيين لا بالتأكيد هو جيد لأنه اختيار بنوامو هو إنقاذ لماء وجه اليسار عندما نتحدث عن اليسار أنا كما قلت أتحدث على منظومة إيديولوجية عن مرجعية إيديولوجية لها تاريخ عريق فبنوامو هو شخصية أعتقد أنه شخصية التي أنقذت ماء الوجه اليسار الفرنسي واختياره كان اختيارا صائبا لأن الرجل له رؤية وله قيم أنا لا أدافع عن بنوامو بالمناسبة فقط أنصف الرجل لأنه له قيم له قيم يدافع عنها رجل منسجم مع ذاته بل رجل منسجم مع قيم اليسار أصلا ومبادئ اليسار هذا رأيك أستاذ واختياره وعقاب هذا رأيك ولكن وقعت مشاكل عديدة منذ وقع انتخاب بنوامو فنعرف جميعنا أن شقة منيال فالس لم يعترف بهذا الانتخاب نعم وهذا أمر داخل الحزب أن تحدثك مواطن فرنسي من مواطنين فرنسيين الذين اختاروا أن يصوتوا لصالح بنوامو لأنه تم تصويت لبرنامج لما يأتي برنامج مارين فالس وكما كان واضحا حتى في المناظرة الأخيرة سواء لليمين أو للمتطرف أو ليمين أو حتى لبعض الأسماء الأخرى أنه الكل يتنافس حاصة فيون ومارين لوبين يتنافسان في من سيكون له السبق في إدراج فصول أو برامج من التضيق عن الإسلام والمهاجرين هذا المحوران لداني أخذ حيزا كبيرا من النقاش في المناظرة فإذا كان بنوامون رجل بدأ منسجما مع قيمه حتى في المناظرة يعني تحدث عن الإسلام وعن المسلمين تحدث عن أي إسلام عندما قال بأنه 60% من الفرنسيين لا يدينون بأي دين أصلا فلماذا نجعل الدين ندخله في السياسة لماذا أصلا إذا كان 60% من الفرنسيين لا يدين بأي دين لأن تحدث الإسلام لا يدين بأي دين فما تبقى يعني 40% فخذ منهم نسبة من المسيحيين والنسبة من اليهود والنسبة من المسلمين فلماذا بالضبط تركيز على ديانة دين أخرى وعلى جنس دون أخر فهذا من جهة ثم الاختيار أنا أرجع على هذه النقطة وركز عليها أن الاختيار بن يامون في الدور الأخير الدور الثاني مع فرس كان اختيارا عقابيا من قبل الجالية العربية والمسلمة عندما عقبت مانيال فلس على مواقفه وكذلك يكون الشأن في هذه الانتخابات ونأسف على أن يكون هذا المعيار في الانتخابات أن يكون تصويت عقابي نأسف عليه صراحة فالمفروض أن يتم الاختيار على برامج أن يتم الانتقاء على مشاريع فلا يتم الانتقاء من أجل الانتقام من مشاريع مؤينة أو شخصية مؤينة يعني على ذكر البرامج والمشاريع أستاذ بشير يعني نشاهد هناك أجنحة متصارعة في الحزب الاشتراكي الآن وجناح مانيال فلس كما ذكرنا الذي رفضها يعني تزكية بن وقامون والسيري معه في برنامجه وقال أنه لا يقبل بهذه الأشياء يعني الاختلافات هنا هل هي اختلافات برامج ومشاريع أم أنها اختلافات وزعمات شخصية ثم إن كانت برامج ومشاريع فما منفعت الحزب الاشتراكي وهل تتقدم به أم في الصياق الحالي ربما تكبله هو في تاريخيا في يعني أسماء مثل مكرون مثلا وأسماء مثل فالس أسماء بدرجة أقل أمون هذه كلها أفرازات الجيل الثالث من القيادات الحزب الاشتراكي وبالأساس اليسار الفرنسي هذه من حيث المعنى لكن تكوينهم بالأساس كان تكوينا مختلفا خاصة بالنسبة إلى فالس ومكرون كان تكوينهم على يسار اشتراكي راديكالي متحول متماهي مع الواقع كثيرا أريد أن أعطي تعريفا معاقدا نوعا ما لأقول شيئا مهم جدا أن أمون كان هو أرأمون كان الرجل الذي تكلم ببداية الذي كان واضحا ما حسم الأمر مع فالس أن فالس كان مثل مكرون تقريبا يعني يتأرجح في المواقف يعني الأخذ قليلا من اليمين الأخذ قليلا من اليسار يعتبر يعتمد على واقعية السوق والانفتاح على الأسواق العالمية والافتتاح على الاقتصاد الليبرالي وهلوم مجر في حيث أنا أعنقل أن رهاني الأساس سيكون العودة إلى المبادئ الاشتراكية الحقيقية المبادئ اليسار الفرنسي لماذا هنا اليوم نجد تقارب كبير ما بين أمون وبين ميلانشون التقارب مرده أن الرجلين تقريبا متطابقان في عديد النقاط ما طرحه أمون مشروعه الذي يعتبر أن كل فرنسي في فرنسا من حقه أن يتمتع بأجرة لا أعرف 800 أورو تقريبا أو 900 أورو والذي اعتبروها عديد الأطراف أنها وهمية وخيالية ولا يمكن أن تتحقق وستحدث شرقا حتى اجتماعيا وأقتصاديا في البلاد أغلب الذين صوتوا صوتوا على هذه الأساس لأنه من رحم المبادئ اليسارية بمفهومها الكوني عندما يتكلموا عن التعاطف أنه قال كلمته الشهيرة نعم أنا بلال أنا كذلك دافيد يعني أنه ليست له إشكاليات مع الديانة اليمين المتطرف وحتى اليمين بين قوسين الذي يمثله فيون اليوم هو بالمناسبة عندما نتكلم عن أمون من ناحية اليسارية نتحدث عن فيون كذلك لأن الراديكالية اليسارية بين قوسين أو روح اليسار الذي يظهر بها اليوم أمون بنفس الطريقة يظهر بها من الناحية الأخرى فيون الذي كان خطابه الأولي تقريبا غير بعيد كثيرا عن خطاب جوبي تقريبا ولكن في نهاية الأمر أو ما يعرفوا بالخطاب الشراكي أو المدرسة الشراكية يعني نسبة إلى جاك شراك ولكن اليوم في وقت معين أصبح يتكلموا خطابا يمينيا متطرفا عندما يتكلموا عن الإسلام ويعتبره أنه خطر داهم على فرنسا عندما يتكلم على أن نكون صارمين إلى أبعد حد هذا بالتأكيد حتى لا نذهب بعيدا في مسألة اليمين فقط لأقول أن ما يحكم الانتخابات اليوم على الأقل أو ما حكم الانتخابات في الدور الأول هي التمسك أكثر والتشبع أكثر بالمبادئ وبالوعود التي تعبر عن المدرسة المدرسة اليسارية أكثر إنسان نجح في هذا الاختبار هو بنعمه ولكن هذا بالتأكيد طرحة إشكالية لأنه أي مرشح رئاسي تاريخيا وهذا معروف يستلزمه بعض الوقت وكثير من الوقت حتى يأخذ أو يعني نصيب ويصبح بالفعل مترشح جاد وجاد جدا أمون تقريبا خرج في الدقيقة 90 كما يقال في لغة كرة القدم باعتبار أنه لم يكن مطروحا كي يكون مترشح اليسار كان فالس وكان أصلا العين والمراقبة الإعلامية والزخم الإعلامي حول فالس الذي حصل أن أمون خروجه ممتاز ولكنه متأخر ويجعل وضعية اليسار في هؤلاء الثنائيين ولكني دائما أريد أن أضف إليهم نصف اليسار الذي ذكرناه اللي هو مكرون الوضعية معقدة بنسبة هؤلاء الثنائيين نعم يعني الأستاذ بشير قال وأن هناك نوعا ما من التقارب بين بنوا أمون وشوليك ميلونشون ولكن الواقع على الميدان يبرز عكس ذلك فالرجلان يعني يتنافسان منافسة شديدة حتى أن ميلونشون رفض قطعيا أن يسمع حتى كلمة اشتراكيين ورغم الأياد الممدودة إليه ورفض التحالف معهم بل نراهم الآن يتنافسان في حشد الناس والبروز أيهم يبرزوا أكثر رأينا مسيرة جونليك ميلونشون التي قام بها من لابستي إلى ساحة الجمهورية والتي تقدر عدد المشاركين فيها ب138 ألف ثم من الغد يعني قام بنوا أمون باجتماع كبير في قاعة بيرسي وحذرها قرابة 17 أو 18 ألف فمما رد هذا التنافس؟ أليس من الأجدى أن يأتي إلى كلمة واحدة قد تنفع اليسار وقد تمر بهما يعني اثنان وباليسار جميعا إلى الدورة الثانية من الرئيسيات؟ هذا ليس جديد لأن تنافس اليسار فيما بينا هذا قديم يعني من انتخابات تقريبا هذه الدورة انتخابية الثالثة واليسار يعني منقسم على ذاته بهذا الشكل هذا فالأمر لا استغربه وليس جديد على اليسار اليسار في العالم بصفة مجموعة الدول ومنقسم على ذاته اليسار العربي هو منقسم على ذاته نزيد اليسار واليسار الشراكي واليسار التقليدي واليسار يعني صارت يعني عندما تغيب الإيديولوجيا عندما تغيب الإيديولوجيا وعندما تغيب المرجعية ونحتكم إلى المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية ونغيب الإيديولوجيا فالحل دائما هو فقط يعني أستاذ نعوده تاريخيا قليلا إلى الوراء اليسار لم يعرف أمجاده إلا مع ميترون وميترون لم يحقق الفوز إلا عندما تحلف مع الحزب الشوعي وقتها ومع جورج مرشي فالمسألة يعني ربما تطلب وقفة كذلك مثل ما فعل ميترون بأن يتوحد فيما بينهم إذن تغيب الشخصية الكاريزمية كما تحدثت كما جاء في التقرير الشخصية الكاريزمية التي تجمع غابت في اليسار عندما كان الشراك ومنجمع اليمين منجمع على الشراك فكان يمين موحد أندق ميترون أيضاً ميترون كان موحد اليسار مجمع عليه رجل كان يحترم القيام يعني رجل ديمقراطي من تحدث عن ديمقراطية بكل معانيها و بكل تجليتها الآن تحدث عن اليسار عندما تحدث على فيون على فرانسوان ولوند وما قام به في دور الذي قام به من أجل الإفشال زوجته أصلاً سيجورن الغويال عندما ترشحت الرئاسيات فكان لي في أولوند كان له دور في فشل وفي عدم نجاح للسيجورن الغويال في الرئاسيات بل كان له دور في إبعاد مجموعة من الشخصيات اليسار عن الواجهة فابتلي الشخصية التي تجمع لا تنتقم لا تنتقم من أبنائها فزعيم اليسار المفروض أن يكون أبل جميع أن يحتوي الجميع هذا المفروض الآن أنا أرى كما أشار الأستاذ الفاضل على أن الذي بقى وفياً لقيم اليسار أعتقد هو بنوعه حتى ميلونشو ميلونشو إلى حد ما هو رجل متناغم مع أداته المساجم مع أداته يعني الرجل النقي ولكنهما يعني الرفاق الأعداء لا يلتقيني أبداً وهذا هي المعضل هنا لأنه ملء اليسار المتطرف طبعاً وهناك اليسار صارت فيه مدارس الآن تحدثنا رجوع المرجعيات الفكرية فصارت مدارس يعني انتماءات فكرية متعددة هذا اليسار التقليدي وفيه اليسار المتطرف يعني هذا صار عادي يعني في المنظومة الحزبية العالمية الآن فيه يسار ويسار متطرف وغيره من اليسار الجديد هذا الذي أصبح دخل الليبرالية كما كان معه هو هناك يعني حتى شق من الاشتراكين الآن يعيبون على فرنسو أولوندا تسرعه في عدم تجديد عداته لمرة ثانية ويرون أنه لو بقي لكان الوحيد القادر على تجميع كل هذه الشقوق وهذه الأجنحة المتصرعة وكان سيجني على اليسار صراحة كان سيجني على اليسار لأنه صف لن لأن الآن الفرنسيون هم مستؤون مستؤون من مرحلة حكم فرنسو أولون مستؤون من الشخص ذاته كاريزمة الشخص أنه لا يجمع أصلا اليسار انقسم في عهده أصلا في عهد أولوندا الذي الآن يتحدث بقيام اليسار والآن نسمع بن عامون الذي كان ضد إعلان حالة طوارئ في البلاد حالة استثناء الرجل كان ضد قانون ضد البوكيني هذا حالة البوكيني كان له موقف واضح منها الذي شكك في مؤسسات الدولة فالس شكك في مؤسسات الدولة عندما قررت محكمة الإدارية رفض قرار المحكمة عندما قررت مجلس الدولة رد ورفض قرار المحكمة الإدارية ففالس شكك في مؤسسات الدولة وقال بأنه هذا قرار مسيس كما قال ساركوزي أول تصريح كان بعد إعلان مجلس الدولة رفض قرار المحكمة الإدارية كان هو تصريح مانيول فالس الذي قال بالحرف أنه هذا قرار بخلفيات سياسية كيف لو أن يصف مؤسسة عارقة كمجلس الدولة وهي أعلى سلطة قضائية عن مستوى الإداري أعلى سلطة قضائية عن مستوى الإداري النظر في القضايا الإدارية كيف لو أن يصف هذه المؤسسة ويصف بأنها مسياسة ووارج الدولة مفروض أن مؤسسات يحتكم إليه عندما توصف مؤسسة معينة بهذا الأمر طيب عفوا أستاذ بشير منذ دور الأول والثاني للأوليات اليسارية تعدد الوجوه كما ذكرنا نريد أن نسأل هنا من يمثل اليسار حاليا؟ من هو الشخص الذي يمثل اليسار حاليا؟ يعني الناخبون والمواطنين العاديون تشتت أرأهم وما عادوا يعرفون إلى أي حزب سينتخبون أنا أقول شيء بتراكم السنوات وبمرور السنوات أرجع إلى الحدث التاريخي أنه بعد يعني وفاة فرنسوا ميتيرون لم نعد نتحدث عن يسار جامع وليس أؤكد الفكرة أن هناك ليس شخصية كارزماتيقة لا يمكن أن نقارن فرنسوا أولوند بفرنسوا ميتيرون يعني الرجل هو الأب الروحي لليسار تقريبا الفرنسي في الجمهورية الخامسة هذه النقطة الأولى ما حصل بعدها أنها تشكلت بمفهوم حتى الفرنسي المجازي الاستعمال هو الفيلة وهذا من الأشكاء الشيالة ذكرتم يعني سيادتكم أنه مسألة الزعماء عفوا مسألة الانقسامات الانقسامات تولدت بتواجد الزعمات والوازنة والأسماء الواسنة لورون فابيوس يعني ستروس كان في وقت من الأوقات فرنسوا أولوند يعني بالتأكيد كل هؤلاء أربط هذا بنقطة ثانية مسألة أنه ترشح فرنسوا أولوند انتهى فرنسوا أولوند فرنسوا على الأقل يكون الرجل الاستراتيجي أو استراتيج الرجل الذي يخطط من وراء الستار نعم ولكن قراراته كانت كارثية على اليسار بالمناسبة في إطار الروح اليساري هو يعني في قرحة التوضيح هو صرح بأنه سيعتزل السياسة نهائيا وسيتفرغوا الأعمال الاجتماعية وربما سيكون الهدف الوحيد الذي سيقوم بدوره في فرنسا من أجله وهو منع تمدد اليمين المتطرف وجبال وطنية ولكن يعني قام أنا أعرف عديد من الفرنسيين ويختفر بالنسبة إلى فرنسو هولند كلمته الشهيرة في المجلس النواب عندما قال أنه سيقع الصحب الجنسية وهذا يعتبر خيان الصحب الجنسية من الإرهابيين ولو ولدوا في فرنسا أو أن يكونوا يعني متجنش في فرنسا وهذا يعتبر خيانة وضربة كبيرة للمبادئ اليسارية فبالتأكيد الصورة المبدئية لقد أذمحلت ولكن أربط ذلك إجابة عن سؤالكم بميلانشان ميلانشان رجل يعني كاريزماتيك رجل عنده تاريخ كذلك مواقف مشارفة ولكنه رجل مبدئي بمعنى الراديكالي باعتبار أنه ما يطرحه في برنامج الانتخابي وهنا لأقول أنه ووضح نقطة عندما قلت أنهم يلتقيان الرجلين في بعض نقاط التماس في البرامج ولا أتحدث عن الاتقاء الشخصي هذا أول شيء ثاني شيء الرجل يطرحه دستورا جديدا هو يقول أنني أو كلمته الشهيرة الذي قالها في المناظرة أنني سأكون إذا ما أصبحت رئيسا لفرنسا آخر رئيس للجمهورية الخامسة وستنطلق معي الجمهورية السادسة يعني هكذا الرجل ولكن في نهاية الأمر الحياة السياسية في فرنسا وهذا السباق الانتخابي يوم على يوم سوف يكشف عديد المفاجآت عندما في وقت من الأوقات غاب عني الاسم المدام رئيس المدام بايرو جونفرسو بايرو طبعا بايرو الذي كان كذلك من ناس التي قد ترشح نفسها في الانتخابات الفرنسية قرر أو اتخذ القرار بأن يدعم مكرون رغم الخلافات الحادة التي كانت معهم في رحضة من لحظات سوف يعرف الشخصين الرجلين أنه لا سبيل إلى صعود هذا اليسار الذين يمثلانه بامتياز اليسار الفرنسي بصيغته التعريفية الصحيح لا نتكلم عن الصيغة الأخرى التي يمثلها المدرسة الأخرى فلنقول التي يمثلها فالس أو يمثلها ماكرون هو يعني بالتعريفة الصحيحة لليسار الفرنسي الصرف سوف مجبرين على التقاء وإلا فإنهم سيعني الواحد عنده 15% يعني تقريبا في استطلاعات الرأي وثاني عنده 14% مجتمعين يمكن أن يحدثان مفاجأة منفردين سوف يدافع كل على موقفه وفي هذه الحالة أظن أننا سنذهب إلى انهيار اليسار الفرنسي بمفهومه وبرموزه وبتشكلته وبناء شيء جديد وهذا ما يفسر في نهاية الأمر ما يحصل اليوم عندما نرى أن كاتبة الدولة الفرنسية في حكومة فرنسوى أولوند سارعت إلى دعم ماكرون عندما نرى نعم يعني في هذا السياق أستاذ بشير يعني دعنا ننقل السؤال أستاذ عبد مجيد هناك وجوه يسارية وزنة ووجوه يسارية تاريخية الآن أصبح حتى تتصابق للالتحاق بإيمانيا الماكرون ما مرد ذلك حسب رأيك وهل أن ماكرون هذا يساري حتى يتم الاتحاق به بهذا الشكل هل يمثل الاشتراكيين وهل يمثل اليسار بصفة عامة أم أن المسألة يعني شخصية ذاتية لمنافع سياسية لا أكثر بالتأكيد ماكرون في أول وفي الأخير يبقى إبن اليسار إبن المدرسة اليسارية مرجعيتان يعني رجل كان من الحزب وهو وزير سابق ضمن حكومة فرنسوى هو يعاب عليه بأنه فقط قذى سنتين كوزير الاقتصاد لا أكثر ولا أقل يعرف عن شيء آخر يعني فر سنتين خمس سنوات وراجل الاقتصاد يعني نعم له مدارك وله مفاهيم وله يعني يعني ضبط في تخصصه يعني أصلا لجوء هذه الشخصيات اليسارية وتهافت هذه الشخصيات هي فقط لمصالح لمصالح سياسية الكل يبحث عن مكان له في الشخصية القادمة في الحكومة القادمة فقط هو الآن توزيع للحقائب قبل الأوان فأن يلتحق فلان كان تلتحق مشتشارة كسبة دولة لتدعم ماكرون فيتبحث له عن وقع قدم في حكومة نعم باربرا بومبيلي نعم تبحث له عن وقع قدم في حكومة ماكرون فمسألة هي مصالح سياسية فقط ليس هناك أنا دعا أركز ليس هناك تقارب فكري أو إديولوجي الإطلاق انتفى انتفت الآن في فرنسا منذ انتخابات السابقة انتفت التقاربات الفكرية والإديولوجية الآن صارت المصالح السياسية والمصالح الاقتصادية هي المهيم وهي المسيطر وهي المسير للحملات الانتخابية وللتوافقات الانتخابية منذ الانتخابات السابقة نعم ولكن إيمانيا الماكرون صرح بأن برنامجه الاقتصادي سيكون شبيها ببرمج الدول الاسكوندينفية وقال أن هذه الدول التي تحقق نسبة اقتصادية ممتازة وهو منبهر بها وسيأتي بهذه المنويل إلى فرنسا فأين الاشتراكية هنا؟ رجل بعيد وهذه المنويل الاقتصادية هي المنويل الليبرالية مغرقة في الليبرالية نعم وهذا ماكرون التخوف منه سيفتح السوق سيفتح السوق هذا توجه ماكرون لن تصير هناك مهن حرة أو شيء من هذا القبيل سيأخذ بالنموذج الأنجلوسكسوني هو مشروعه منذ لما قدم قانون ماكرون وكان يسير في هذا التجاه أصلا وفي حكومة يعني لم يأتي بشيء جديد هو الأمر كان يدفع عليه وهو في حكومة أولند لما كان عوض في حكومة وكان وزير الاقتصاد وقدم مشروع وتم رفض ذلك المشروع بعد نقاشات عدة تم رفضوها لم يتم أخذ الأمر بالموافقة عليه حتى في وسطه حتى لم يأخذ الإجماع حتى في الحزب يعني كي يمر يسير مشروع قانون ويمر البرلمان وكذا فتم جهده وهو في الحزب كان له مشروع في هذا التجاه الآن والسيد والرجل يعني مرشح رئاسي فيعرض الأمر على الشارع الفرنسي ليقول كلمته فيه لكن يبقى ابن اليسار ليس لنا الحق أن نخرجه من منظومة اليسار فهو ابن اليسار ورضع من لبن حتى وإن كان لبيراليا وهو يساري وكان في الحزب اليسار يعني وينتبئ إلى اليسار ابن اليسار وخرجه وصال أين هو اليسار الآن؟ أين هو اليسار من فهم اليسار؟ لم يسار هناك يساريا ما نفدت حكومة أولند كلها برامج لبيرالية يعني اليسار التقليدي أنتفا اليسار التقليدي انتهى الآن المنظومة الحزبية الفكرية الأيديولوجية انتهت في فرنسا بل انتهت حتى في مجموعة الدول الأوروبية انتهت فيه نعم نطرح هذا السؤال على الأستاذ بشير لماذا انتهت الاشتراكية التقليدية تقريبا في العالم بأسره وبما فيها فرنسا هنا وتشهد انحصارا كبيرا نعم الأقل الاشتراكية أو اليسارية بالمفهوم الأوروبي الغربي يتطور كثيرا عندما نقول أنه باليسارية الموجودة عندنا في العالم العربي لأسف أنا أستحمر حتى أحد عننا في مثلا في تونس وفي عديد الطول العربية أن أحزاب يسارية ما زالت تعيش على قشور صراعات إيديولوجية قديمة للينيات عدسكية قديمة وفي أقصى الحالات تأخذ من التجارب اللاتينية وهلو مجر على الأقل اليسار في أوروبا هنا وفي فرنسا هو يسار واقعي لأنه مارس الحكم لأنه تشبع من عديد الأشياء أو ما فيها إدارة الدولة التي هي عنصر مهم جدا بالتأكيد تتالي التجارب وتتالي الهزات التي عاشها اليسار الفرنسي بالعموم وأساسا الحزب الاشتراكي الفرنسي سوف كان له تأثير واضح وجلي على كل المكونات فنجد من هو ابتدأ في مدرسة اليسارية الاشتراكية مثل ماكرون ماكرون اليوم يطرح نفسه كرجل وسط وهو يمشي على الحبل بالمناسبة لأدهه كل شيء محسوب عليه وحتى في الحوار أو المناظرة الشهيرة كانت تقريب كل الإسهم وجهة إليه وتنتظر زلة منه في هذا الموقف أو ذاك الموقف هذه السياسة التي يطرحها ماكرون هي تقريبا نفس المنظور الذي مقتنع به فالس فقط لأن الرجلين هناك اختلاف شخصي بينهما وخلاف شديد في وقت من الأوقات عندما كانوا حتى في الحكومة فلا ننتظر على الأقل في هذه الفترة أن يبادر فالس بدعم ماكرون ولكن العناصر الأساسية عندما نجد إنسان مثل عمدة باريس السابق بيرترون دولانوي بيرترون دولانوي الذي يدعم مباشرة ماكرون وبصريح العبارة عندما نجد عديد القيادات بين الباريحة وأول الأمس عديد المستشارين وعديد السيناتور وعديد النواب يعني انضموا إلى حملة ماكرون ماكرون أنا أعتبر أنه الرجل إلى هذه اللحظة مستفيد تقريبا من المعطيات العامة مستفيد أساسا وأساسا من حالة اليسار بصورتها الحالية المنقسم أعتبر أن فرانسوا أولوند استبق ما كان سيحصل فقام بحركة معينة بعدم تقديم الدعم أو اليد الممدودة الواضحة الصريحة إلى بنوا أمون وهو بين قوسين من الأحراجات الكبيرة التي مر بها فرانسوا أولوند هو طبيعة حسم علاقته مع فالس وماكرون في نفس الوقت لأنه طرحت في تلك الفترة كانت تذكرون جيدا أن هل فرانسوا أولوند هو مع تصورات بما فيها قانون ماكرون أم هو يذهب لصالح فالس وكانت العلاقة متوترة بين فالس وماكرون بين الحكومة وهو من الأسباب الأساسية التي جعلته يقرر بأن ينسحب من هذه الحكومة فبالتالي أعتبر أن فرانسوا أولوند الورقة الرابحة التي يدعو إليها من وراء الستار إلى كل اليسار الفرنسي وخاصة اليسار فلنقل المتماهي مع الواقع على ردأته على كل حال يعني أعتبر أن اليسار عنده عديد المفليات والصور الجميلة والمبدئية وكذا هو ماكرون وأعتبر أنه إذا لن تحصل هزة واضحة في الأيام القادمة بأن يقع تقارب تفرضه المصلحة بين ميلونشون من ناحية وبنوان أمون من ناحية ثانية فلا سبيل لليسار أن يكون موجودا في حدوده الدنيا إلا من خلال دعم ماكرون طيب أستاذ عبد المجيد في ظل هذه التقلبات اليسارية الفرنسية التي تحيلك هذه التقلبات إلى مواقع الحزب العمال البريطاني خاصة وأن نعرف أن السياق التاريخي حاليا هو كله ضد اليسار مع سعود الحركات الشعبوية واليمنية في كل مكان تقريبا في أوروبا وحتى في أمريكا نعم دعني فقط أرجع لكلام أستاذ البلاشير اللي يؤكد على أمر هو أين كان الشخصية اليسارية سواء كان ماكرون أو بنوانون أو ميلونشو فسوف يؤدي ضريبة فشل حكومة أولنطا الآن ستتبعه لعنتاته الحكومة كما يقولون لأنه هذا الفشل فرنسي هذا في استطلاعات الرأي نتحدث عن الفشل نعم هناك أرقام هناك نمو فيما يخص الاستثمار الخارجي تاني عن مستوى الأوروبي بعد ألمانيا هناك لكن ما يعاب على أولنطا وأنه ارتمى في أحضان ألمانيا بشكل كلي لضعف الشخصية الحاكمة ارتماء فرنسا فصارت تابعا لألمانيا مؤتمرة بأوامر ألمانيا فهذا شيء من شأنه أن يزعزع صورة فرنسا في أوروبا وفي العالم فأي شخصية الآن نتحدث عنها في اليسار فستؤدي ضريبة حصيلة حكومة أولنطا فبالتالي لم يكن لها أي تأثير في تغيير نتائج الانتخابات فلذا سوف نتحدث في الدور الثاني في تقديري في الدور الثاني في الانتخابات سوف نتحدث عن اليسار نتحدث عن يمين يمين أو شيء من هذا القبيل فبالتالي سوف نتحدث عن اليسار في الدور الثاني رغم أنه استطلعت الرأي تقول غير ذلك كما قال الأستاذ البشير في بداية الحلقة لأنه استطلعت الرأي موجهة من قبل مؤسسات لصبر الأراء هي مؤسسات لها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية تخدم كفة هذا غير ذلك وهذا كما حصل في الانتخابات الأمريكية التي كانت ترجح كفة كلينتون فصعد ما لم يستطلعه هذه الأراء فكان لترامب كلمة الفصل في الانتخابات نعم مستاذ بشير يعني في أوروبا كما ذكرنا كلها وتميلوا إلى اليمين فهل الفكر اليساري لم يعد مناسبا في عصرنا الحالي هل تكلس الفكر ألم يقع تجديده أين يكمل الخلال بالضبط أنه هو الخلال يكمل في أن العالم أصبح خطير هناك كتاب طلع طريق مؤخرا يتكلم عن خطورة العالم عندما يتكلم عن خطورة العالم والعولمة ومظار العولمة فهناك جنوح واضح إلى مسألة المحافظة وحماية الذات هذا شيء نفسي طبيعي عندما نرى في أنجليتيرا تسارع بمسألة البريكسيت للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما نطرح أن لوبان أول شيء تطرحه في برنامجه الانتخابي هو إحياء الحدود الطبيعية لفرنسا خارج إطار الاتحاد الأوروبي والخروج تماما عن منظومة الاتحاد الأوروبي وهل ترى فعلا قادرة على فعل ذلك لو فرضا أصبحت رئيسة أليست مجرد كلمات للحملة الانتخابية وللعب على مشاعر الناس الأكثر ولا أقل سأكون واضحا في هذه النقطة رئيس دولة مثل فرنسا عندما يأخذ مشروعية واضحة في النقاط أساسية في برنامجه الانتخابي يعرف أنها أمور مفصلية أستدل على ذلك مثلا وأربط بثا بالولايات المتحدة الأمريكية عندما صعد ترامب على أن يعتبره رجلا غير سوي بالمناسبة من حيث التجربة السياسية وغيرها عندما تعهد بأنه سوف ينجز حاجزا يفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المكسيك بادر مباشرة واليوم هناك شركات عالمية للبناء بما فيهم شركة فرنسية تسعى إلى الإسهام في هذا المشروع الضخم فهناك أشياء أساسية مباشرة بعد انتخابه سارع إلى قطع قطع الفيزات عن المهاجرين في دول معينة تأشيرة الدخول في دول معينة فعندما تصعد مارين لبن بالتأكيد سوف تلتزم وكان عندها ثلاث أشياء أساسية سوف تلتزم بها بكل وضوح أولا أنها وقالتها صراحة وهي أو سابقة قطيرة قالت أنني لا أعترف بمهاجر شرعي ومهاجر غير شرعي قالت بطبعه المهاجر الغير شرعي سيرحل والمهاجرين الشرعيين سوف يحجمون وتقريبا سيرحلون هذه النقطة الثانية وهي النقطة على كل حال بما نعرف أن المجتمع الفرنسي غير مقبولة النقطة الثانية تكلمت عن حدود وطنية لفرنسا فهذه كذلك أن فرنسا وألمانيا هم الركزتان الأساسيتان للإحاد الأوروبي ولكن هناك جنوح اليمين باعتبار الأحداث التي حصلت لأن الهاجس الأمني هو هاجس موجود رغم أن الهاجس الأمني هو موجود في كل العالم عدد ضحايا الإرهاب في العالم العربي الإسلامي ألاف مؤلفة مقارنة بضحايا الإرهاب يعني في دول أخرى هذا الجانب الأول الفشل الأمني مهما أي حكومة يعني أنا عجبتني كلمة أظن على ما أظن قالها أمون وقالها كذلك حتى مكرون في المناظرة قالوا يعني على الأقل فلنقول عدم أو إمكانية الخطر الصفر غير موجودة لغيسك زيغو غير موجودة فبالتالي هذا إقرار واضح عندما اليوم تأخذ مارين لوبان التعاحد بأنه مع هذه الإجراءات سوف لن يكون هناك إرهاب بالتأكيد التزام مفرط والواقعية والعقلانية تقول أنه غير ذلك لأنه في أعتى التنظيمات المحصنة وفي أعتى الدول المحصنة حصلت مثل هذه التسريبات فبالتالي المسألة وإجابة عن سؤالكم نعم المسألة الهاجس الأمني الاختراق عندما تكلم فرنسا بالمناسبة وهنا أربط شي بشي فرنسا هي ليست مثال مثلا في استقبال المهاجرين على الأقل لا استقبل المهاجرين نتكلم عن اللاجئين السياسيين والهاربين من مناطق النزاع والحروب ما استقبلته تركيا مثلا أضعاف مضاعفة فرنسا لم تستقبل في نهاية الأمر على امتداء خمس سنوات إلى تقريب ستين ألف ستين ألف ألمانيا وحدها استقبلت فوق من أربعمية وخمسين ألف تركيا تستقبل فوق من زوز ملايين أو ثلاث ملايين فمسألة الخوف من اللاجئين وكما سوقت مارين لوبان وغيرها إلى مسألة أن يتسربوا نعم داعش ممكن أن ترسل جماعات وأفراد ولكن هذا يمكن يحصل في كل العالم هناك تلميذ اليوم في فرنسا يحملون السلاح يعني تلميذ ما حصلت مؤخرا طبعا ما يجعل اليمين في فرنسا إلى اليوم وخاصة فيون متماسك نسبيا وهنا فقط يعني قد أخالفكم الرأي أستاذي العزيز هي في علاقة بمسألة الدور الثاني أنا أعتبر أن فيون وقع من ناحية صحيح هو أصبح رجل استقطاب إعلامي باعتبار أنه تقريبا 40% من النشرات الأخبار حتى الموجزة وكذا تتحدث إلا على فيون وفضع ولكن هناك عملية تهرية داخلية في نهاية الأبر لأنه أصبحت فقط الكلمة التي يرددها المسامدين فيون يقولون هذا السيد يتكلم على مسألة النهوض والأصلاحات الجذرية كلمة الصر الذين يستعملونها ولكن يقولون في آخر الكلمة وللفرنسيين حرية الاختيار وكأنه وهنا أربطه بجملة ذكرتهمها يعني باكرا في علاقة بالستة المرشحين هنا يصعد صديقنا دوبيون والذي احتج ولكنه اليوم بدأ يجلب الاهتمام المعام وصلت قريب 5% اليوم في عملية صبر بعد أن كان 1.1 بالضبط وهناك من يقول اليوم من اليمين الفرنسي يقول إذا كان في يوم سوف تنفتح فنقول دائرة الفضائح أكثر من اللي موجودة اليوم اليوم لنتحدث عن فقط مجرد دعوته بل أصبح الرجل يعني متهم بتدليس وثائق ومدلس وهذه نعم خطيرة جدا أستاذ بشير فقط نعود نعم نعم أنهي بعجل فأمام الشيء وحيد سوف يحرك اليمين الفرنسي هو المسألة الهووية المسألة الأمنية وأعتبر أن ماكرون رغم كل شيء سوف يعطي ضمانات معينة في هذا الجانب طيب نعود إلى اليسار هناك طبعا هذا الاختلاف وهذا من يخدم حسب رأيك أستاذ عبد المجيد هذا التشتت والاختلاف اليساري هل يخدم لوبين في يوم أم ماكرون يخدم المتنافسين كلهم يخدم ماكرون يخدم بالأساس ويخدم لوبين لوبين هي أصلا ترتزقه من هذه الانشقاقات من هذه الاختلافات لوبين هي تتنفس من من يبقى على الهامش من الفئة التي تبقى على الهامش من هامش الاختيار أما فيما يخص ماكرون فأعتقد أن ماكرون مع بنوامو أعتقد أنه شخصية أنا أعتبرهما أنهم يتحدثا بمشاريع بالفعل نتحدث عن مشاريع انتخابية فانتحدث عند ماكرون ويامو هذو شخصيتين لهم مشاريع انتخابية لهم مشروع له رؤية في التغيير الناس تتحدث برؤى أو بمشاريع عندما انتحدث على فيون ولوبين فإنها انتحدث على مشاريع محددة في المواضيع الجديد عند لوبين وهو النسبة الرفع من الهجرة لوبين الجديد عندها تغيير أساليب مواجهة الإسلام والمهاجرين يعني حدثها إلا على تنائية الإسلام والمهاجرين لم أسمع رؤية لوبين في التعليم حتى عندما تحدثت عن التعليم تحدثت عن الحلال تحدث عن الحلال عند في يوم كذلك نفس الشيء عندما يتحدث عن كذلك تحدث الوقت يدهمنا فنبقى في مسائل اليسار حسب رأيك ما هي التحالفات الممكنة مستقبلا في هذه الانتخابات الرئاسية؟ أنا أتوقع تحالف ميلانشو مع بنوامو هذا أتوقعه بشيء قبل الدور الأول أم بعده؟ أعتقد أنه الدور الأول بالنسبة لي في غراءة بالنسبة لي أعتقد أنه إن بقي في الدور الأول سيمر الدور الثاني فسيكون مكرو مع الاسم معين أما قبل انتهاء الدور الأول أنا أتوقع تحالف قريب بين بنوامو وميلانشو بشير تقريبا في نفس السياق كيف يتم ترميم البيت اليساري الفرنسي حسب رأيك؟ وهل يمكن لهذا اليسار أن يحدث المفاجأة ويفوزه بالانتخابات الرئاسية؟ صعب جدا اليسار عندما نتكلم بشقائه الأساسيين شق أمو وشق ميلانشو صعب جدا أن يحدث المفاجأة المفاجأة الوحيدة تكون عندما يلتقيان في القريب العاجل باعتبار أن كل يوم أحنا ما زالنا كم يوم؟ تقريبا ثلاثين شهر 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 يعني كل يوم بحسابه كما نقول في تونس وبالتالي أنه يعني إذا ما وقع تحالف بين الرجلين بالنسبة التي تعطى لهما بإمكانية استقطاب غاضبين أظن أنهم قد يقلبون نوعا عن ماء المعادلة ولكن الصورة على حالتها الراهنة مع أخذ الأعتبار أن ميلانشو وقد تكون مزحة ولكنه واقعا يعني التكع كثيرا من اليسار ومن الإخلالات باليسار تجربته المريلة أولا كانت مع فرنسواء ولوند قديما عندما وعده بمنصب مشرف فأخلى بوعوده وتتالت مع لورونفابيس وغيره فلا يمكن أن يعطيها ثقة أعتبر وهذا توقعاتي أن إذا لم تحدث مفاجأة فيما يخص ميلانشوان وبنوانمون فأن الأمور ستسير مباشرة إلى أن جانب كبير من اليسار إلى حدود قبل الانتخابات سوف يذهبوا ليدعم مكرون باعتبار أن بنوانمون سوف يتأرجح ميلانشو كذلك سوف يتأرجح لأن عقلية التصويت الإيجابي أو ما يعرف بالفوتوتيل سوف تدخل لأنه كما قلت إذا كان الدور الأول لن يحسم هذا الموقف فلا يمكن أن حسمه بأي طريقة أخرى يعني في رد مجهز لو تكرمت من الأكثر قربا للعربي والمسلمين سواء داخل فرنسا أو في المنطقة المغاربية والعربية من بين المترشحين الأوثر وحظا للفوز صراحة يعني يصعب علي الجواب على هذا السؤال صراحة لأنه توالي خيانات الأحزاب السياسية لوعودهم وعدم امتزامهم بها يصعب الرد علي ربما أقول حتى أجاوزك جواب بشير ربما أقول بنوامون نفس السؤال بشير من الأقرب إلى الجالية العربية المسلمة هنا فرنسا لا يوجد سواء العربي والمسلمين وقضيهم المتشعبة والحروب التي لا تكفونك إذا مستثنين لوبان التي تستعمل عداء العرب والمسلمين كتجارة سياسية بنسبة لها بقية العلاقات متوازنة سياسيا وكله في إطار الحملة الانتخابية ماكرون مثلا بادر بزيارة الجزائر عندما يزور الجزائر فهناك رسالة معينة ترسل إلى موقف معين مع الجالية العربية فبالتالي المسألة هي مصالح سياسية ولكن أعتبر أن في هذه الشرور جميعها وأعذرون على الكلمة أعتبر أن ماكرون هو الذي سيكون أخفها وواقعيا هو الأكثر الذي عنده حضور طيب من ترشح الفوز الفائز طيب ومن هو حسبتك يصعب علي تكهنات النتيجة لا بد من رابح لا بد من رابح اليمين النعمصتي واليسار لوضع بلوكاج يعني سد جمهوري ضد لوبين فأظن أن ماكرون ولوبين في الدور الأول وماكرون في الدور الثاني هو الرئيس طيب وهل يمكن الله سريع أن يعيد أم جده إذا عاد كما طرحت السؤال إذا لم يتكلس ولم يتكلس في فكره إذا طور فكره وعمل مراجعات فكريا ربما يتطور بشير هل يمكن أن نشهد رئيسا يساريا في المستقبل أم أن هولاند سيكون أخر رؤساء الاشتراكين لفرنسا سيكون هناك رئيس الاشتراكي لأنه سوف تذهب جيل كامل من الفيلة وسيأتي جيل جديد سيكون أساسهم بنوامون وفالس وغيرهم وأظن أن هؤلاء سوف يأخذون المشهد إذن مشاهدنا للكرام إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج الأسبوع الشكر موصول للأستاذ عبد المجيد ميراري محامن ومدير منظمة FD الدولية لحقوق الإنسان شكرا أستاذ عبد المجيد شكرا موصول والشكر موصول أيضا للأستاذ بشير النفسي وهو عضو هيئة سياسية لحزب حركة تونس اليرادة أستاذ بشير شكرا شكرتمونا بالحضور كما نشكر لكم مشاهدنا الكرام حسن المتبعات والأهتمام دمتم في رعاية الله وحظه نلتقيكم في مناسبات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة